هلو كيف كونت؟ طبعا تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جايوا بقراءة شهرية لبرج الجزاء حاول اتحدث فيها الأحوال العاطفية والأحوال العامة وكذلك راح حاول اتحدث فيها لو عزيب راح نشوف شو بخبرهم من مفاجآت هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري الطالب وفي امكانية ان تكون قراءة عكسية خاصة اذا تحدثنا عن الجانب العاطفي قبل ما ابدأ يا برج الجوزاء بطلوب منكن انو تزوروني على البيج تبعي على الانستغرام راح تلاقوها بصندوق الوصف فلا تنسوا انو تدعموني على الانستغرام بداية انا اصحاب برج الجوزاء امشوف كأنو منبلشوا بداية جديدة او هن بصدد بداية مشروع بداية علاقة بداية شيء يعني كأنو هم يحاولوا يبدأوا شيء من جديد عمشوف كذلك على انو كانت عندهم بالاوقات السابقة كانت عندهم خسارات كان عندهم الام كان عندهم تفكير مطول باشياء كانت سلبية جدا وعم تجيب لهم اراق عمشوفهم كأنو يحاولون البحث عن الاستقرار برج الجوزاء وعلى السعادة الابدية اوكي عمشوفهم يلجأون للتجديد للبدايات بالنسبة للشريك عمشوفوا شخص منو واضح شخص نظرته كذلك للحياة غير واضحة شخص مش واقعي ابدا وعمشوفوا شخص دائما يلجأ للاشياء الممكن تكون وهمية ممكن يكون شخص بعاقر العققير او مولها الوسعات او يعني بدخن بيعمل مخدرات حدا بيشرب خمر عمشوفوا لهذا الشخص يلجأ دائما الى ان لا يرى الحقيقة لا يرى الواقع عمشوفوا كذلك على انه كتير محطم القلب هذا الانسان مجروح القلب فعليا مجروح القلب هذا الانسان شايل بقلبه كتير على شيء لهيك انا عمشوفوا يتهرب من الواقع باشياء تتمثل بالمخدرات ممكن ما يكون مخدرات بس هذا الانسان غير واقعي هذا الانسان عنده وهم او ممكن هذا الانسان عنده صورة غير حقيقية عنا شايل مثلا انه شايف فيك اشياء يعني مغلوطة عنك يعني هذا الانسان عم يشوف شيء ليس بالواقع بالنسبة له اليك يا برجل روزة عمشوفك بالوقت الحالي الاوضاع عندك جدا جميلة ممكن انتو او انت بالضبط انه بتحبوا لهذا الشخص تاشقوا لهذا الشخص عندك شعور كتير كبير او شعور جميل تجاه هذا الانسان عمشوفه على انه بيلون حياتك عمشوفه لهذا الشخص ممكن تتمنى الزواج منه وتريد الزواج منه بس هذا الانسان يعني بيعاني من مشاكل نفسية بيعاني من مشاكل بييده اصلا ممكن للبعض يكونوا مفترقين وللبعض كذلك يكونوا مع بعض اوكي عمشوفها لانه الوضع الحالي هو ممكن معتزل حتى لو كان بيحكي معك عمشوفه قليل الكلام قليل التواصل ما عم يعطيك وقت او بتحسه دائما يبتعد عنك هذا الانسان عم تحسه شوي يعتزل الكلام معك اما اذا كان يعني مفترقين فطبيعي انه معتزل الكلام معك وبيحكي معك عمشوفك على انه بهذا الوقت مشاعرك تابتي وكأنه تتمنى شيء من هذا الانسان انت تريد ان يقدم على خطوة السواج على خطوة الاصلاح اذا كنتم مبتعدين فهذا الانسان انت تتمنى منه اشياء كتير كبيرة ممكن انت عم تشوفوا شخص عنده مقاومات ان يكون الشخص او الانسان المناسب بحياتك او الزوج اللي مناسب بحياتك وارد جدا انه هذا الانسان شايل بقلبه اتجاهك عمضي طلع عنده الطاقة لانه هذا الانسان شايل بقلبه اتجاهك عنده شوي من الاشياء حاملة تجاهك ويريد اصلاح هذه الامور ممكن هو ممكن بعلاقة صلاثية او عنده مثلا عنده كتير اشياء عم تشغلوا عليك ممكن يكون عمله هو العلاقة صلاثية او الشخص الثالث اللي عم يتدخل لابعادكم عن بعض في شيء يعزله عن الناس او يعزله عنك ممكن تكون حتى كذلك مرأة ممكن هاد المرأة تكون برج ناري عم شوف على انه انت نيتك تجاه هذا الانسان انه تستمروا مع بعض انه انه تكونوا مع بعض عندك نيت انت بتحبه لهذا الشخص حبه كتير غير مشهود لانه عم تتلالد في كتير كذا في كذا ورائد تحكي على انه انت بتحبه لهذا الشخص وتنوي معه الاستقرار انت تنوي ذلك عم شوف على انه خطوته القادمة او مستقبل هذه العلاقة للمدى القريب فانا عم شوف انه الاس اف كابس اذا كانت في مشاكل او في يعني اشياء معوقات عم تعيق هذه العلاقة او تعيق سيرولة هذه العلاقة فعم شوف انه الامور تتصلح مستقبله جميل جدا ممكن حتى انه تتصلح الامور اذا كنتو متخاصمين اما اذا كنتو انتو عندكن جفع بالعلاقة فالامور رح يعني ترتوي من الجديد وتصير العلاقة اهدا واجمل اوكي بالنسبة للمستقبل البعيد لهذا العلاقة عم شوفها لانه عملت لالة ديس عم شوف انه هذه العلاقة ممكن تمر من مرحلة كارمية هذه المرحلة الكارمية رح تخلي العلاقة ايه رح تخلي العلاقة لصالحك يعني شي جميل ردا ممكن هذه العلاقة تستمر ويصير عندها ديمومة كتير اطول واذا كان في مشاكل بالعلاقة تتصلح وتصيرو احسن لانه عم تتلعلي دماجسن دائما عنده القدرة انه يفعل شي اذا كنت عندكم ما كان عندكم القدرة انه تتحكموا بالعلاقة وتتطور يعني رح يصير هذا الامر وارد جدا في العلاقة وتصير استقرارية اكثر بهذه العلاقة اوكي عم نشوف كذلك على انه للبعض منكم ممكن هذه العلاقة تتكلل بالزواج في كتير من من الناس تكون بالمستقبل العلاقة البعيد في زواج وفي في في مستقبل رميلة لكم ممكن للبعض منكم عم يحس بعدم الامان او عم يحس انه هذه العلاقة مش ركزة ممكن لانه الانسان هذا الانسان او الشريك اللي انت بتتعامل معه في جفا اوكي في جفا بالعلاقة وهذا الانسان مبتعد بالوقت الحالي وكذلك هو ممكن يشعر بعدم الامان اوكي لانه كمان مشاعره فيها توقف افسورت يعني موجوع القلب عنده اشياء عم توجع وهذا الشخص في اشياء مش واضحة اصلا لا الو ما عم يشوف الحقيقي عنده عنده صورة ضبابية عنده صورة ضبابية تجاه كل الامور سواء عنك سواء عن كتير امور كأنه ما عم يشوف اصلا الحقيقي وعنده تشويش فكري كبير بالنسبة للطقات عم شوف برج الحوت القوس عم شوف برج الجوزاء عم شوف برج العقرب الثور وعم تطلع عنده الطاقات النارية المائية والترعبية بكثرة اما الهوائية فعم شوفها قليلة جدا لا انكر انه في كالزكاة بيحكي عن الهواء بس عامة بس عم شوف انه المستقبل ممكن يتقدم ممكن يحكي او ممكن انتو تبدأ بالنسبة للعزيب عم شوف على انه ممكن تكون في فرصة جديدة لالهم او في علاقة او في شخص جديد سيتقدم لالهم ممكن كان عم يراقبون من بعيد وما كان عم يبدي قطوة للامام بس عم شوف انه المستقبل ممكن يتقدم ممكن يحكي او ممكن انتو تبدأوا علاقة مع شخص جديد عم شوف انه هذه العلاقة بالبداية رح تكون كتير غير واضحة رح تكون هذه العلاقة غير واضحة وغير مفهومة بس انا عم شوفها لانه ممكن رح تكون البداية مش جيدة ابدا رح تكون البداية فيها ممكن نوع من الخصمات عدم التفاهم عدم التفاهم ممكن تحصل اشياء ما بتفهمها يعني وما تفهم الشريك جيدا بس يعني التوازن بالعلاقة رح يصير بعدين اوكي رح تفهمه بعدين رح تفهم طباع هذا الانسان وتصير بتحسن من العلاقة مع هذا الانسان او تصير متجاوب اكثر مع هذا الشخص اما بالنسبة للطاقة العامة يا برج الجوزة ممكن للبعد عندكن كتير احلام عندكن كتير متمنيات عم شوف ممكن حتى للبعد فينكم رح يصير عنده احلام بالمنام وتتحقق على فكرة ممكن على فكرة بتصير تفكر بالزواج كتير ممكن حتى انه تحلم بالزواج او تحلم باشياء كأنه عبارة عن رسائل للك من الحلم عشان انه في زواج في حياتك لانه عم تطلع للويدن عم شوف كدلك على انه يا برج الجوزة ممكن تكون في خصامات انت بالشريك في مشاكل في مشاكل ممكن رح تنشأ بحياتك بهذا الشهر ممكن كدلك اذا كانت الاوضاع المالية غير جيدة بالنسبة لعائلك يا برج الجوزة ممكن تتحزن الامور من هذا الشهر لبعدين ممكن يصير في نوع من الرخاء المادة بالنسبة لبرج الجوزة بس عم شوفك عم تصرف مال كتير برج الجوزة يعني معروف انه انسان بيصرف مال كتير عم شوفك عم تهتم للشغل بس كدلك حتى الحظ رح يكون معك اذا انت يعني عندك نية للسفر فعم شوفه ممكن تكون الامور السفر جدا جيدة بس يعني عم شوفك كتير كأنه عم تفتعل خصامات مع اشخاص حاول انه ما تفتعل خصامات لانه عم شوفك شوي طاقتك بهذا الوقت كتير نارية وفيها نوع من المشاكل والصراعات عم شوف كدلك على انه الناس اللي عم تبحث عن عمل ممكن العمل يصير اسهل ويتيسر احسن ممكن عم شوفك برج الجوزة ممكن عم تزور الحكيم او ممكن حتى عندك قضايا بالمحكمة تتعلق بميراس او مال او في احد اختلاص مالك اوكي عم شوف على انه كذلك مشروع كما يظهر يعني السفر جدا وارد وعم شوف على انه في قضايا كتير عم يتلعلي انه في مشاكل مع اشخاص شوف في برج الجوزة عم شوفك كأنه عم تدخل بمشاكل مع ناس وعندك يعني عندك مشاكل معك كذا شخص عم شوف على انه في شخص كذلك يعني يريد الانتقام منك يريد ان يهزمك يريد ان يكون هو الاول لانه عم شوفك ممكن اذا كنت او كنت شخص يعني سهل المنال ممكن هذا الانسان يعني يشعر بردة داخلي انه فاز عليك اوكي هذا الانسان عم يراقبك من بعيد عم شوف كذلك على انه في كتير اشياء سلبية ممكن عم تفكر فيها في امور تتعلق بالمال يا برج الجوزة عم تقرقك وكأنه في احد اخد مالك عم شوف على انه عندك حيرة كتير كبيرة وكأنه في بابين سيفتحان امامك ممكن باب يتعلق بكل ما هو اشتغال على الانترنت او اشتغال على او الاشتغال بمجالات تتعلق بالسفر عم شوفك عم تكذب هذا الامر او انت عم تقدم على كذا شركة او كذا اعمال عم شوفك كتير تعبان على هذا الامر وتريد يعني انفراجات بس الامور ممكن ما تكون بالسرعة الذي انت تتمنىها يا برج الجوزة ممكن شوفك اكثر عم تشتغل عم تكذب عم تعمل بس يعني المستقبل البعيد ممكن يكون في عطاء اكثر بس تحلى بالقوة تحلى بالصبر ما تهتم بالوقت الحالي حتى لو كان في نوع من الجفاف المادة وما كان عندك المادة ميسرة بهذا الوقت في المستقبل البعيد كتير الامور رح تتحسن اوكي ممكن انت تحصول على اموال تتعلق بارث من العائلة بس احترس عم تطلع لي كذا مرة انه احترس من احد يريد محاولة انه ياخد هذا المال منك يعني ما بعرف شو القصة يا برج الجوزة بس عمشوف في شخص كانو بيحاول انه يختلص هذا المال او يختلص شيء منك يا برج الجوزة بس حاول انه تسكر علي الباب نهائيا ما تفتح ابدا الباب علي بالنسبة للصحة عمشوف على انه في ممكن تكون زيارة حكيم بس لشيء يعني مش شيء كتير كبير عمشوفك ممكن ما عم يجيك نوم واذا نمرت عم تحلم باحلام ورؤة مش بس اضغط احلام عمشوف رؤة كأنه شيء سيتحقق من وراء هذه الرؤة عمشوفها لانه صحيا الصحة الحمد لله جميل جدا مش شيء ممكن تحس بصداعة نصفي مثلا او ممكن انا حتى عمشوفك انه رح تمارس الرياضة بهذا الاسبوع تحس انه انه جسمك مكسر شوية من وراء هاد التعب بس عمتا الجو العام جيد جدا بالنسبة للبرج الجوزة بس احذر من اشخاص ممكن يكونوا خادعين جدا لك او يريدون اختمالك اوكي اه هيدا كل شيء بالنسبة لبرج الجوزة بتمنعلك كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك